المواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن تساعدت خلال اليوم الرابع من التظاهرات التي قتل فيها حتى يوم الجمعة 46 شخص وجرح المئات وفق آخر حصيلة رسمية الرئيس العراقي ورئيس البرلمان طلباء الجمعة بضرورة المباشرة بخطة عمل تتعلق بالواقع الخدمي واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السستاني انتقد تعامل الحكومة العراقية مع التظاهرات وحث كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع قبل أن يفوت الأواء عبر اتخاذ خطوات عملية واضحة نحو مكافحة الفساد وألقى السستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص قائلا إنهم فشلوا في الوفاء بوعودهم من جانبه طلب مقتدى الصدر من أنصاره في مجلس النواب العراقي عدم المشاركة في أي أنشطة حتى تقدم الحكومة برنامجا يخدم العراقيين فيما دعت الأمم المتحدة على لسان المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو السلطات العراقية على التحقيق سريعا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين وأعربت الأمم المتحدة أيضا عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل محذرة من أن ذلك يحمل خطر ردع صحفيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع البرلمان العراقي بدوره أعلن عن عقد جلسة يوم السبت لبحث مطالب المتظاهرين الذين يتظاهرون في مناطق عدة تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والبطالة والفساد وتصاعد أعمال عنف واسعة النطاق في أنحاء البلاد في سياق آخر قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية عمدت الجمعة إلى اعتقال بعض جرح التظاهرات من المستشفيات وضف المرصد أن أغلب إصابات المتظاهرين الجرحة في الرأس حين أطلقت الشرطة العراقية الرصاص الحي وسط العاصمة بغداد كما أشار إلى أن قناصة الشرطة اتخذوا مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم موسيقى